ودلوقتي بقى هنروح نشوف مع بعض الخبر الثقافي اللي معانا النهاردة وبما اننا داخلين خلاص على اهم حدث ثقافي اللي بيهم الوسط الثقافي كله وهو طبعا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال-54 تستمر الهيئة العامة فيه خلال الايام القليلة المقبلة في عمل جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاطلاق افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 20-23 بدورته ال-54 وطبعا لتحديد الانشطة الثقافية والفكرية المتوقع عرضها ومن المتوقع ايضا انه يتم الاحتفاء برموث ثقافية فقدت خلال عام 2022 ابرزهم الكاتب بها طاهر والكاتب صلاح فضل ومن جهة اخرى اختارت اللجنة العليا لمعرض الكتاب الشاعر صلاح جهين شخصية المعرض والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل وجرى اختيار المملكة الاردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة ال-54 واعلنت هيئة طباعة الاعمال الشعرية الكاملة لصلاح جهين واللي هتتضمن ست دواوين في مجلد واحد فضلا عن طباعة اعمال واناثرية في كتب مفردة في اطار تجهيز العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بشخصية الدورة والحقيقة دي كانت اهم استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب ترجمة نانسي قنقر